خليني يعني أنتقل من موضوع الـ MBC وموضوع مسلسل الفنان عاد الإمام إلى موضوع آخر وهو موضوع يعني يمكن لها قلة أهمية المشكلة التي كانت بين اتحاد الإزاعة والتلفزيون وقنوات الجزيرة حرك في يوم الأيام اتخذت وزيرة الإعلام قرار بإزاعة المباريات التي مملوكة حصريا لقنوات الجزيرة تم إزاعتها على التلفزيون المصري هي مباراة واحدة يا أستاذ عامو مباراة هي مباراة هي مباراة بس طيب يعني أشرح لك الخلفية أه أشرح لك على فكرة إحنا ما بعتبرش أننا أجهد تحقوق أو سلب تحقوق من قناة الجزيرة الرياضية واسلاء أنا بتكلم على مباراة أنا طرف فيها يعني أنا دلوقتي حاولت أن أخذ مباراة من مباراة كاس العالم لأن مصر مش فيها بس أقسم لك بالله لو مصر كانت كاس العالم كنت أخشه واللي يحصل يحصل على الأرض الأرضي ده يا فندم حد يملكه في جمهورية مصر العربية غير اتحاد الإزعاء والتلفزيون بس هناك هو أخرى هايل بتنظمها بقى الفيفا مين اللي نظمها مين اللي تكلم باسم اتحاد الإزعاء والتلفزيون إنه يقول البس أرضي وفضائي لمباراة الفرق القومية هي ملك لشركة سين أوساط مين مش لازم يتكلم معك أنت أنت لما تبقى صاحب الشقة مش لازم يتفاوض معك ويقولك لو سمحت أنا أشتري منك الحق التعدي وهديك التمن ده وإنت لو وفيت خلاص إنت اللي تنزلت عن هذا الحق بس هي أجيزة رياضية معانية زي اتحاد الكورة وغيرها والتحاد الزعاد الدول العربية أنتوا أعضاء فيه مفروض أنك أنتوا ترجعونهم من خلال يعني أنا يسئني يعني بلاش نتكلم عن اتحاد الزعاد الدول العربية لأنه ده كان يقدر ينجينا من الحاجات دي بدل ما هو أنا معرفش يعني سوري بيناقشوا قضايا ايه أو بيعملوا ايه مع بعضهم لهم كل الاحترام مني لكن في نقطة جوهرية دي كان يقدر يحللنا اتحاد الإزعاد العربية ده أنه يشتري باسمنا كلنا المباراة كاس العالم للدول العربية ويدل كل دولة بحكم حجمها السكاني وكان توزع لنا المبلغ فما لناش دعوة باتحاد الإزعاد العربية اتحاد الكورة يا فندم هل من حق أن يتنزل عن البس الأرضي وهو بتفاوض مع اتحاد الكورة الأفريقية أو اتحاد الفيفا في حق البس الأرضي لجمهورية مصر العربية دون أن يحطن علما هل من حقه؟ لو كان من حقه خلاص بقى يبقى بكرة الصبح ألاقيه كمان بيع يمكن البس الأرضي كله لحد تاني ويقوله على فكرة ما تزعش عليه مسلسلات أو براء في مشكلة جزيرة في قضية دلوقتي في قضية دلوقتي مظبوط القضية لا كسبناها يا فندم حضرتكم ليه مش متابعين انتم تابعين بس كل الحاجات اللي لما يترفع علينا قضية تبقوا متابعينها كويس قوي ولما نحصل عليها احنا على الحكم المحكمة الاقتصادية تقول ان ده حق الشعوب وتعلي من قيمة هذه المؤسسة مؤسسات الدولة وما تحوزه لصالح الشعب اعتقد انه تقوله اذا هو بجد طلع الحكم يعني يوسفني ذلك لا انا بكلم على القضية الخارجية مش بكلم على لا القضية الخارجية طب ما انت عندنا هنا هو تحكم على قناة الجزيرة الجزيرة مباشر من القضاء الاداري المصري هل احترمته قناة الجزيرة قفلت الجزيرة مباشر مصر لما يبقوا يحترموا قرارات او القرارات القضاء المصري في الداخل نبقى نحترم ده لو كذبوا قضية بر وعلى فكرة لو كذبوا اللي عملوا قضية بر انا هرفحها عليهم وعلى الفيفا كمان لان اعتقد ان الفيفا شريك لهم في هذا الاحتكار اللي بيعاني منه واعتقد ان الفيفا ده دولته ساعتقد انها قريبا جدا ستنتهي يشهدها قد هذا المونديال وحضرتك طبعا متابع اللي حاصل على مونديال قطر وما يقال على الفيفا واوساط لان الطريقة الاحتكارية واعلاق في اللعبة الشعبية الاولى على مستوى العالم على مستوى العالم اللي بيعشقها الصغار قبل الكبار والفقراء قبل الاغنياء انها تباع كده وبالشكل الاحتكاري ده على المستوى العالم اعتقد دي نقطة بصمة وصمة سوداء في حق الفيفا اشتركوا في القناة